وانا عادة بستحي اتكلم عن اخي علاء بستحي فعلا بس النهاردة علاء بقالوا اكتر من ستة وستين يوم اعتقوا اليوم تسعتاشر تسعة والنهاردة تسعتاشر خمسة وعشرين او ستة وعشر حداشر لا احد يعرف اين مكان لا اهله لا اولاده يعرف هو فين لا احنا عارفين هو فين عايش طب عايش فين ورايح بدون اي ملابس حتى واخدينه من بيته ماردوش خليه ياخد ملابس هذا الرجل لم يفعل شيء ضد الدولة على الاطلاق ولا المجتمع ابدا 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 يمكن تكونتهم متر وحيدة ان انا اخوه بس هو مالوز زمد لكن النظام نظام رهائن واخد الناس رهينة هو عاوز يعمل عملية بارجين او التفاوض او ديل ما بيحصل شيء مش هيحصل انتو فاهمين غلط والله فاهمين غلط واللي انتو بتدعبسوا بتدوروا بتعملوا بتدوروا عن ايما ادوكم الواقعة النظام اللي اخد اخويا ده هو نفسه النظام اللي راح على شقتي في التجمع من فترة وما بدتش اتكلم ودخل تر 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 كسر القفل بتاع الباب البيت بتاع الشقة وجاب الحارس بعد ما دخل قال لي يا فندم ما الدكتور مش هنا قال لي ما انا عارف الحسن يكون حد بيستخدم شرقته وجاب الحارس وقال لي حط قفل عليها وخلي مفتاح معاك محدش يجي هنا بيوتنا مختطفة رحينا املكنا متصدرة واخوتنا في السجون بس ده عجز وقلت حيلة انت مش هتقدر تركع الناس وعلى زي ما قالوا احد الفلسطينيين ازا عاوزنا نركع تعالونا في الصلاة هتلاقونا واحنا بنركع لازم تعرفوا الحكاية دي وبطلوا قلة ادب وبطلوا غباوة كل اللي بتعملوه ده شغل غجر ومافيا مالوش اي ستيل لازمة ما بيأثرش بحد يابني لا بيأثر في امر ولا بيأثر في رزء ولا بيأثر في حاجة اللي بتعملوه مع المستشار الخضري ده قلة ادب وقاحة عشان زابط كان مزاجه يعمل كده فعمل كده فيه بيربي ربي مستشار علم اجيالا وعملوا كده في الرئيس المنتخب لانه مينفعش واحد ببادلة يحكمهم النظم دي استحالة دهم وان بدت مستقرة